إذن هي إيفوارية فيها الكوديفوار ينتصروا على الجرين إيجلز أو على نسو نيجيريا ويحسموا لقب أمم إفريقيا لصالحهم برح مباراة الحقيقة فيها كتير هي مش بس المباراة الحقيقة البطولة كلها فيها كتير من الدروس المستفادة تجيبها كده وتقلب في صفحاتها وتطلع منها بكتير من الدروس اللي يا رب نتعلم منها حاجة مبروك طبعا الكوديفوار جاءت من بعيد وفي ناس أطلقت مصطلح أنها جاءت من مرحلة الموت كوديفوار اللي بدأت البطولة مترنحة قدرت تحسم اللقب خارج سياق كل الطاقعات بما فيهم حتى إجمع الأراء على نيجيريا فرصها أكبر رغم أنه كوديفوار أو صحة الحاجة بتلعب على أرضها وسط جمهورها لكن حتى مبارح حتى قبل بداية المباراة كل الناس كانت معتقدة أنه فرص نيجيريا أكبر بكتير وأنه الفريق اللي قدم عروض قوية جدا على مدار البطولة الفريق اللي بيتمتع بثبات في المستوى على مدار كل مباراة وفي البطولة هو الأقرب لتحقيق اللقب لكن كوديفوار حققت المستحيل وقدرت تحقق لقب البطولة اللي فيها الحقيقة كمان لقطات كتير جدا إنسانية يعني اللي تابع المباراة مبارح وشاف هدف الفوز اللي تحقق في الدقاءة الأخيرة بقدم سباستين هالر معجم ببروشيا دورتموند الحالي وعاكس أمستدام السابق هدف طبعا ككورة هدف أكتر من رائع لكنه تتويج لقصة معاناة وقوة شخصية وثقة بالنفس وإيمان بالقدرات غير طبعية سباستين هالر شخصيا هو كمان جاء من الموت بعد معاناته مع مرض السرطان كان هو بطل اللقطة الأخيرة وصاحب لقطة الحسم بهدف تاني أحرزه في مرمى نيجيريا حسم لقب البطولة لصالح كوديفار البطولة خلست والبطولة انتهت استمتعنا الحقيقة بكتير من المطشط فيها حتى الفرق اللي ما كناش مستنينها وكننا عارفينها وكننا متوقعين أنها تظهر بالمستوى ده منهم الحقيقة يعني اللي لفت نظري وحاز على أجابي الكونغو ديمقراطية والرأس الأخضر فرق محدش ممكن كان يحطها على الخريطة ولا يتصور أنها ممكن يكون لها بصمة في البطولة لكن لها الحقيقة قدمت كرة محترمة جدا بتقول أنه المجتهد اللي عنده رؤية اللي عنده إدارة اللي عنده قدرة عن يحدد أولويات ويحدد أهداف ممكن جدا يوصل لها مهما كانت إمكانياته صغيرة أو إمكانياته ضعيفة لكن يقدر يوصل للي هو عايزه وده درس أعتقد يمكن يكون من أهم دروس البطولة تبتكلم النهاردة على مدرب غير مصنف ماخس فإيه المدير الفني اللي قاد كود ديفوار للبطولة ما كانش حد يسمع عنه قبل البطولة ما تبدأ ولا كان حد يتوقع أنه يقود أفيال سحل العاج للقب بعد دور مجموعات أقل من ضعيفة أو أقل من باهد بالنسبة لكود ديفوار تأهلت بشق الأنفس كان قرار المسؤولين وكان قرار الإدارة في سحل العاج بإقالة المدير الفني والمساعد والمغامرة كانت أنه يتولى المدرب العام مسؤولية قيادة الفريق وهو بيلعب على أرضه وسط جمهوره في ظروف صعبة جدا وكانت لحظة ولقطة التتويج